اشتركوا في القناة ويستمر العمل النشط لوزارة الإسكاني مع ما يتلاءم مع التوجيهات الملكية السامية ببناء أربعين ألف وحدة سكنية جديدة في مختلف محافظات المملكة وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المتمثل بتوزيع ألفي وحدة سكنية على المستفيدين منها والمدرجين ضمن القوائم الموضوعة وتسويتها قبل الدخول بالعام الميلادي الجديد أمر بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان 2001 عن المواطنين وهذا الشيء من الأشياء التي تسعدنا كنواب وحدة من الملفات الأساسية للأمانة والأكثر نشاط عندنا وطلبات مننا أخوان المواطنين وسعدنا بشوفة توزيع وكيف السعادة المرسومة على وجوه اللي حصل وحدات مختلف مناطق البحرين مجهود جبارة صراحة أعداد كبيرة ومشاريع كثيرة وتمنى التوفيق إن شاء الله حق الشعب البحريني كله نحنا تلقينا الاتصال قبل تقريبا العيد الوطني بيوم فكانت بالنسبة لنا الفرحة فرحتين وكان شعور جدا جدا جميل لأنه اتعرف يوننا الخبر وهو استقرار وتشهده حبيت أشكر جلالة الملك وولي العهد وزارة الإسكان راعت التفاصيل كافة في قيام المشاريع الإسكانية خدمة للمواطنين وضمانا بحصولها على الرضا التام من قبلهم وأخذ الانطباع الإيجابي منهم حول المواصفات والميزات التي تحتويها الوحدات السكنية التي بات بإمكانهم التناعم وبالعيش فيها فور تسلمهم من مفاتيح الخاصة بها مستانس والمشروع ما شاء الله كبير نفس ما تشوفون ومتعوب عليه مشكورين وزارة الإسكان ونشكر جلالة الملك والحكومة الرشيدة أننا سارعوا في توزيع الوحدات السكنية أشكر جلالة الملك وسموه لعهد وأشكر وزارة الإسكان اللي وفروا لنا مثل الوحدة السكنية الطائبة بخصوص الإجراءات كانت الحمد لله والشكر كانت سوايد سهلة وكانوا متساعدين الأخوان والخوات اللي في متعارة الإسكان وكانت الإجراءات سوايد بسيطة وتيرة متسارعة وجهود متواصلة نحو احتواء الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات الإسكانية للمستحقين لها والعمل على توفير خدمات فورية من شأنها أن تقود نحو تخفيض عدد كبير من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار وتلبية الآلاف من الطلبات الجديدة من باب حفظ ومنح المواطنين كافة الحق بامتلاك الوحدة السكنية الملائمة لطموحاتهم لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر